أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح فتح جون الكويت للهواة وليس للصيادين اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد نشر قرار الرسوم الخاصة به في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل نعم وبين الأحمد أن حجزة موعد الحداكس يكون عبر منصة إلكترونية ورسوم تقدر بخمسة دنان للمرة الوحيدة وفي سياق المتصل أعلن عن فتح باب استقبال المواطنين والمقيمين في محمية الجهراء اعتبارا من الأسبوع المقبل برسوم تقدر بعشرة دنانير للمرة الواحدة جون الكويت ومحمية الجهراء سيكونان متاحين للجمهور عبر أليات المنظمة وشروط معينة تتلاءم وتتوافق مع الضوابط البيئية هذا ما صرح به مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح خلال مؤتمر صحفي عاقده اليوم والذي أكد من خلاله على وجود منصة إلكترونية لحجز موعد الصيد في جون الكويت على أن يكون ذلك مقابل رسوم تقدر بخمسة دنانير للمرة الواحدة وذلك للهوات وليس للصيادين ونؤكد اليوم بأن العدد المتفق عليه للدخول للصيد في جون الكويت لا يتعدى 200 قارب في اليوم والعدد الذي يستطيع الترخيص له المواطن فيه أو من يرغب في الصيد في جون الكويت يستطيع الحصول على خمس مرات للصيد في الشهر كما أعلن الصباح في المؤتمر الصحفي عن فتح محمية الجهراء للمواطنين والمقيمين برسوم تقدر بعشرة دنانير للمرة الواحدة مع الصماح بخمسة أشخاص لكل حجز إلكترونية سيكون هناك فريق من العلاقات العامة بالهيئة العامة للبيئة يستقبل من يرغب في الدخول إلى المحمية للاستمتاع فيها ورؤية ما يوجد من تنوى أحياء في هذه المحمية سيكون هناك سيارات الغولف تأخذهم في جولة داخل المحمية وهناك مرصد خاص يستطيعون الاستمتاع فيه لمدة ساعتين الخطوات الجديدة التي كشفت عنها الهيئة العامة للبيئة تأتي في إطار الترفيه على المواطنين والمقيمين والتمتع بالأجواء البرية والبحرية داخل الكويت مروم حرام تلفزيون دولة الكويت